بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله احبائي واحباتي في الله اشكركم على حسن المتابعة في قناة صهافور ام ام ايل اطلب منكم الاشتراك في القناة والايك والتعليك عشان تكبر القناة ونبتدي ان احنا نعرف بالقناة في نفذة مختصرة عنها ان القناة هتكون منوعة عن اي معلومات دينية معلومات ثقافية معلومات اجتماعية حالات انسانية كل حاجة ممكن ان احنا نستفيد منها ونفيد حاجات في الطبخ في حياتنا اليومية حاجات في البشرة حاجات في الشعر حاجات في النظافة عموما فاي حاجة احنا بنمارسها في حياتنا الشخصية النهاردة في حاجة انا استفزتني كموضوع ما ان الزواج المبكر الزواج المبكر 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 يعني اما يكون في طفلة في تالتة ابتداء ايه تتزوج ازاي او تتخطب ازاي اصلا وهي طفلة مغارد انها تتفكر انها تبقى تتخطب وانها مهيئة ان خطبها يجيلها بتكلم معاها واهلها يجيلها ايه ازاي انا عايزة افهم حاجة زي كده ازاي الاهل اصلا بتفكر فيها ليه وعشان ايه اصلا خايفين ان هما على العنوسة مش فاهمة برضو العنوسة من ناحية نظرهم ده هتوصل لغاية فين او لغاية سن كام لازم ان احنا نفكر في الحاجات دي كلها لان ما يكون في بنت عندها حوالي خمستاشر ستاشر سنة اتجوزت وتطلقت وبتفكر انها تتجوز تاني وكل معاها عيل ليه اساسها اكيد ان في ما فيش اصلا وعي للاهل الوعي للاهل مهم جدا فين بنت تكون في تالتة ابتدائي اتجوزت اتأولت خطبت جيت عدل اعدادة فسخت اتجوزت تاني في تالتة اعدادة وبدأت حياة جديدة تاي ليه وطبعا اتجوزت وارفي ودي مشكلة اكبر ونصيبة اكبر لو اصلا الزواج يعني ما تمش بنجاح وما تمش على ما يرام هتعمل ايه البنت دي طبعا حياة مضمرة والفي الاول وفي الاخر الاهل هم اللي عملوا فيها كده وبعدين في حتة معينة اللي بشوفها ورضو ان الاهل بتزرع في مخ البنت من الصغر انها مخلقة الحاجة اللي حاجة واحدة بس هي انها تتجوز وتخلف اكتر من كده مفيش طيب ليه مفيش فيه حاجة اسمها علم مفيش حاجة ان فيه اصل البنته عموما او سيته عموما مش جسم بيولوجي بس او فيصل لازم الانسان يكون مكتمل عقلي وجسدي عشان تتم عملية الزواج اذا كان مفيش اصلا لا فيه عقل ولا جسد يبقى مفيش اصلا زواج ينفع ازاي طفلة هتخلف طفل وطفل يمسك طفل مين اللي هيراعي مين مين السبب الاساسي اللي اصلا الاهل ولا اهل الاهل اللي هما زرعين في مخق الاهل ان البناتنا هتتبقى فاعة عنوصة طيب فيه بنات اصلا وصلت للسنة 35 والا 40 سنة وما بتفكرش في الزواج كزواج لا بتفكر اما بيكون فيه فرصة جيدة والفرصة الجيدة دي هتتناسب ليها طيب مش هتتناسب ليها خلاص اصلا الدنيا مش مبنية على حتة الزواج اللي هو الزواج استقرار ومواد دور رحمة فما فيش مواد دور رحمة يبقى الزواج مش هيتم هو ده ربنا اللي بيكون عليه وبعدين يا جماعة انا ببص للبنت دي ان هي فقدت عنصر مهم جدا انها كطفلة عاشت حياتها كطفلة هي ما عاشتش دلوقت حياتها كطفلة عاشت كأنها امرأة امرأة في صورة طفلة او طفلة في صورة امرأة ازاي ما عرفش بتشيل هموم البنت الطفلة هموم اكبر منها بكتير 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 هتشيل هم زوج هم اهل الزوج هم اطفال هم نفسها اصلا وفي الاخر الحياة ديات يعني محتوم لها انها اصلا حياة مقساوية ايه ده ده لو نجحت ايه ده حالة يعني متهيق لي واحد في المليون لو نجحت طي لو ما نجحتش البنت دي حياتها تدمرت وحياتها راحت وانتهت منها مراحل مراحل الطفولة وذهبت الى مراحل اخرى وشابت قبل قوانها طي احنا بنعمل في نفسنا كده ليه علشان ايه اصلا بنقبر يعني الحاجة الصغيرة بنقبرها قبل قوانها ليه ايه الهدف في ذلك وبعدين حرم على الاهل انها تعمل في بناتها كده ليه تعمل في بناتها كده لازم يبقى فيه وعي للاهل وعي ان البناتنا مش قايمة على حاجة واحدة ان هي الزواج لا احنا نعلم البنت وتبقى لها ثقافة علمية وزهنية وبدنية الثقافة دي هتنفع بيها اولادها اما تكون هي ثقافتها عالية هتبتدي ان هي نشقها او النشق اللي هي اللي هتخلفه او هيبقى نشق صحيح هتبتدي ان هي لها معلومات ثقافية هتبتدي انها مخها يبقى واسع هتبقى فهمة الحياة انما كده هي مش فهمة الحياة ولا فهمة اي حاجة في اي حاجة فمين بقى على مين الغلط اكيد الاهل واكيد لو البنت دي مش طبعا مش هيبقى عندها وعي اصلا هي بتاكل مصاصة بتاكل شبسي مش بي ما عندهاش يعني اهيا في امورها انها تنام تاكل اكلة حلوة تخرج خروجة حلوة ما عندهاش اي حاجة من يعني مبدأ معين الاهل بيزرعوا في دماغها حاجة معينة الزواج انت عشان فلان دا يعجبك عشان تتكلمي عشان كذا تاي ليه احنا بنغير في طبيعة الناس ليه تاي البنات اللي هي اللي هي كبر سنها او ما تجاوزتش او ربنا ما ارادش لها الزواج تعمل ايه يعني في تفاوت في النحايتين في زواج مبكر اوي وفي عنوصة زي دا اوي طي الزواج المبكر داوت ايه يعتبر زي كنبلة موقوتة والعنوصة تعتبر كنبلة موقوتة برضو بس العنوصة فيه ساهم برضو فيها الاهل برضو يعني من نحايتين يعني في الزواج المبكر الاهل المساهمة فيه وبرضه في العنوسة الاهل المساهمة فيه اما تبدي دي ان احنا نغلي على الغرسان ونغلي على مهورهم ونغلي في الطلبات ونغلي في كل حاجة ونبتدي نقول بناتنا عن نصف طي ليه ما احناش ماشيين في الدين او ماشيين تبع ان كل واحد يمشي تبع احتياجاته او تبع اولوياته او تبع امكانياته محدش ماشي بكده يعني واحد يكون شحات ومش لاقي ومش عارف ايه ويروح يستلف من العالم علشان يجيب ده وده 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 ويقول لك علشان فلان ما يبقاش احسن مني فلان ده عشان ما يقولش ما يجيبش مش عارف ايه طي ليه ومين اللي هيدفع ده ومين اللي هيعمل ده فلازم في نهاية الموضوع ده كله ان احنا يبقى فيه وعي وعي من من الطرفين من الاطفال ومن الاهل طبعا الاهل عامل اساسي نعمل فيه وعي صحيح ان هو نقيم عليه ان احنا ما ينفعش نجوز بناتنا قبل قوانها وما ينفعش برضو نغلي على عرساننا او اللي بيتقدم ان في مهور غالية وحاجات غالية غير اصلا وبعدين ممكن واحدة تجيب ستين ملاية سرير وما تستعملهمش يعني حاجات هابلة كده تجيب خمس ستة ام او سبعة تمان ام فينيش وما تستعملهمش ويقل طقم مسلا اقل طقم ممكن يعني متوسط متوسط يعني ممكن يكون مسلا ست سبعة تمان تلاف تاي ليه طيب ما احنا نبتدي حاجاتنا صغيرة واوضعنا صغيرة وفي حاجاتنا بسيطة ورقيقة وما نغليش في كل حاجة والحياة هتمشي واوضعنا هتمشي ففي نهاية الموضوع احنا لازم نوعي ان يبقى فيه وعي من الاطراف جميعا وعي في كل حاجة ووعي اساسه الدين مش وعي يكون كده نقل وعي فيه حس ديني ان احنا كل حاجة يبقى فيها موضة ورحمة فيها فيها عقل فيه عقل بيفكر مش فيه ما فيش كده اقراء من الهواء لا فيها اقراء مستنيرة ووعي مستنير فدوة ربنا يسر امورنا ويهد احوالنا وشكرا للجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة